وهذا يخبركم ما تريدون أن تعرفوه وقد ألقى بعرض الحائط كل ما عرضناه من حوار لتجنب المعاناة الإنسانية ولأسابيع وأسابيع حذرنا من أن هذا سوف يحصل واليوم يتكشف هذا أمامنا كما توقعنا خلال أسبوع الماضي رأينا في الدنباس القصف يستعر والتي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من قبل روسيا الحكومة الروسية قامت بهجمات سبرانية ضد أوكرانيا وشهدنا أيضا مسرحا عبثيا ورأينا مزاعم لا أساس لها من الصحة مفادها أن أوكرانيا سوف تشن حربا ضد روسيا وتغزو روسيا أوكرانيا سوف تكون جاهزة لاستخدام الأسلحة الكيموية واقترفت إبادة جماعية من دون دليل البتة ورأينا انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومحاولة لاستحداث جمهوريتان على أراضي ذات سيادة أوكرانية وفي اللحظة التي التأم فيها مجلس الأمن لكي يعزز من سيادة أوكرانيا ويدرأ الغزو أعلن سيد بوتن حربه خلال لحظات لحظات بدأت الصواريخ تتساقط على المدن التاريخية في أوكرانيا وبعدها ضربات الجوية والمضرعات والجنود كنا ومازلنا شفافين مع العالم وتقاسمنا معلومات غير سرية مع شركائنا والعمليات الوهمية لكي لا يختلط علينا الأمر لما يقوم به بوتن بوتن هو المعتدي بوتن اختار هذه الحرب واليوم هو وبلاده سوف يتكبد تكلف وهناك عقوبات قاسية اليوم سوف أعلن عنها قيود إضافية للصادرة إلى روسيا وهذا سوف يفرض تكلفة على الاقتصاد الروسي الآن وعلى مدى طويل وقد صممنا هذه الحزمة لكي تؤثر على روسيا على المدى الطويل ولكي تخفض من الأثر على حلفائنا وعلى الأمريكا أريد أن أكون واضحا الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بهذا بمفردها لأشهر بنينا حلفاء وبنينا دولا تضم نصف العالم فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى التأمت لنعزز من وقعنا المشتركة وقد تحدثوا مع رؤساء السبع الكبار ونحن ملتزمون وموافقون تماما وسوف نحد من قدرة روسيا على الأعمال في الدولار واليين واليورو والجره الإسراليلي والدولار وسوف نحد من قدرة روسيا على فعل ذلك وسوف نقزم من قدرتها على التمويل تمويل جيشها وسوف نفرض وسوف نحد أيضا من قدرتها على التنافس في الاقتصاد العالمي والتكنولوجيا الرفيع وقد رأينا وقع ذلك على الروبل حيث اليوم تدنى إلى مستويات في الحضيد وبورصة روسيا تداعت وهناك 15% انخفاض للعملة وقباتها والعقوبات فرضت على البنوك الروسية والتي هي بواقع 1 تريليون كأصول وهناك بنك روسي لديه أصول مميزة وقد قطعناه عن منظومتنا المالية في أمريكا وهناك أربعة بنوك أيضا سوف نفرض عقوبات عليها هذا يعني أن كل ما لديها في أمريكا بما في ذلك في تي بي الذي يحتل المرتبة الثانية في روسيا هناك 250 مليار دولار بحوزة هذا البنك وكما وعدنا هناك أسماء سوف تضافه لأسماء النخبة الروسية وأفراد أسرها تلك التي فرض عقوبات عليها سابقا وكما قلت الثلاثة هؤلاء استفادوا من سياسات الكريملين ويجب أن يتقاسم الألم سوف نعزز من هذا المسعى سيما أولئك الذين لديهم مليارات وهم فاسدون في يوم الثلاثاء وقفنا الحكومة الروسية من الحصول على التمويل من المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين والآن سوف نفرض قيودا على شركات لديها أصول تفوق 1.4 تريليون دولار هذه الآثار سوف تتكشف مع مرور الأيام بينما نضيق الخناقة على روسيا ووصولها إلى التكنولوجيا والأموال ونفرض عقوبات على قطعة استراتيجية لسنوات قادمة بين أفعالنا وأفعال حلفائنا وشركائنا نحن نقدر أن هناك نصف الواردات التكنولوجيا سوف نقطعها عن روسيا وسوف نوجه صفعة للجيش وهناك أيضا تأثير على البرنامج الفضائي وبناء السفن وقدرة روسيا على تنفس اقتصاديا وهذه سوف تشكل صفعة قوية لأسيد بوتين وسوف نكون جاهزين للفعل المزيد من إضافة إلى الجزاءات الاقتصادية التي نفرضها نحن نتخذ خطوات لكي نحمي حلفائنا في الناتو لا سيما في الشرق غدا الناتو سوف يلتأم وسوف نلوم شعث ثلاثين دولة حليفة وشركاء وثيقين لكي نعزز من تعاضضينا ولكي نضع الخطوات التالية التي سوف نتخذها لكي نعزز نعزز الجوارب المختلفة لحلف الناتو ورغم أننا وفرنا الستمائة وخمسين مليون دولار كمساعدات لأوكرانيا في هذه السنة أقول مجددا إن قواتنا لن تنهمك في نزاع مع روسيا في أوكرانيا قواتنا لن تذهب إلى أوروبا لكي تقاتل في أوكرانيا والكينلي حماية حلفائنا في الناتو في الشرق وكما أوضحت الجليا الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدافع عن كل شبر من أراضي الناتو بقوتنا وعزيمتنا والأخبار السارة هي أن الناتو موحد أكثر من يقتمضى وعازم على السعي لتعزيز هذه الوحدة وما من شك أننا سلتزموا بالمدى الخامس التي تقول أن هجوما على دولة هو هجوما على جميع الدول خلال السبيع الماضي هناك آلاف وصلوا إلى ألمانيا وبولندا كالتزام بالنيتو وفي الثلاثاء لقد هناك قوات جوية في أوروبا سوف تنتقل إلى الجنح الشرقي إلى إستونيا ولاتفيا ولثوانيا وبولند ورومانيا هنا حلفائنا أيضا عززوا من جهودهم وبقية النيتو عززوا من قدراتهم وقواتهم لكي نعزز من الأمن الجماعي واليوم وبعد ساعتهم من الهجوم الروسي النيتو التأم وعزز وفعل من خطة الاستجابة لكي نمكن من قوة الطليعة لكي تنشر متى اقتضى الأمر لحماية أعضاء النيتو على الحدود الشرقية من أوروبا وأنا أفوض أيضا تعزيز قدرات أمريكية لتصل إلى ألمانيا كجزء من النيتو وقوة الطليعة المتصلة بوزارة الدفاع وجنودها تعدثت مع وزير الدفاع أوسن ومع جنرال ميلي بشأن التجهيزات لتحرك جديد إذا ما اقتضى الأمر لحماية حرفائنا في النيتو ودعم هذا الحلف العسكري الأفضل في التاريخ النيتو وبينما نستجيب إدارة تستخدم كل الأدوات في حفزتنا للحماية الأسر الأمريكية والشركات الأمريكية من ارتفاع الأسعار في محطات الوقود وسوف نتخذ خطوات نشطة لتخفيض الأسعار وشركات الغاز والنفط الأمريكية لا يجب أن تستغل هذه الأزمة لكي تعزم أرباحها حزمة العقوبات صممت لأسماح بدفوعات الخاصة بالتقى بالاستمرار وسوف نحوله دون أي اختلالات وقد نسقنا مع المنتجين والمستهلكين لكي نضمن إمدادات الطاقة وعلى نحو النشط نحن نعمل مع دول في كافة درجاء العالم لكي نعززها من تحرير الطاقة من المخازين وسوف نعززه أيضا من إنتاجنا حسب الاقتضاء نعلم أن هذا صعب والأمريكيون متألمون وسوف يقوم بكل ببوسحي للحد من هذا الألم الذي يشعر به الأمريكيون على محطات الوقود هذا مهم لي ولكن هذا العدوان لا يمكنه أن يستمر من دون إجابة وإلا فإن الأسوأ سوف يأتي إلى أمريكا أمريكا تنافح عن الحرية وتقارع المتنمرين هذا هو دأبنا ودعوني أكرر تحذيري إذا ما أرادت روسيا أن تعددي سيبرانيا على شركاتنا وبنانة الحيوية فرحنا نجاهزون للرد ولأشهر عملنا عن كثب مع القطع الخاصة لكي نعزز من دفاعاتنا السيبرانية ونشذب من قدرتنا على الرد تحدثت في ليلة البارحة مع الرئيس زيلسكي رئيسه الأوكراني وطمأنته وقلت له أن الولايات المتحدة الأمريكية مع حول فائه وشركائه في أوروبا سوف تدعم الشعب الأوكراني بينما يدافعون عن أنفسهم وسوف نوفر مساعدات إنسانية إغاثة إنسانية لنخفف من الآلام وفي هذه الأيام البروبغاندا الروسية سوف تخفي الحقيقة وسوف تزعم أنها نجحت في عملياتها العسكرية ضد تهديدات مزعومة ولكن التاريخ يبرهن بأن المكاسب السريعة تفضي إلى احتلال يطول وعسيان مدني واستعصاء استراتيجي خلال الأسبوع القادمة والشهر القادمة نقول أن الأوكراني يجب أن يلعب دول السيزة في هذا المقام لأنهم كانوا مستقلين لثلاثين سنة وهم أظهروا دائما وأبدا أنهم لن يتسامحوا مع أي شخص يريد أن يعود ببلادهم القهقرة هذه لحظة خطيرة في أوروبا وللحرية في كافة أرجاء العالم إن بوتين اعتدى على المبادئ التي تؤسس للسلام العالمي الآن العالم يرى وببضوح أن بوتين وحلفائه المجرمين كشروا عن أنيابهم وعرفنا ما عدنهم الآن الأمر غير مرتبط بالأمن ولكن مرتبط بالعدوان بوتين يريد الإمبراطورية بأي وسيلة من خلال التنمر على أوكرانيا ومن خلال تغيير الحدود بالقوة وفي نهاية المطاف من خلال اختيار حرب وبوتين لديه رؤية شريرة إذا أعلمنا ويريدوا أن يغتنم هذه الغناء بالقوة ولكن هذه الرؤية الواتفة المتحدة الأمريكية والدول الأخرى ستعارضها بكل قوتنا الواتفة المتحدة الأمريكية وحلفائها وشركائها سوف يصبحون أكثر وحدة وأكثر تصميما وأكثر نجاحا إن عدوان بوتين سوف يكلف روسيا الكثير استراتيجيا واقتصاديا وسوف نتأكد من ذلك ونضمن ذلك بوتين سوف يكون شخصا مارقا منبوذا على المسرح العالمي هذا هو عدوان وكل دولة تحبذ ذلك سوف تكون أيضا على الجانب الآخر من التاريخ إن اختيار بوتين لشن حرب لا مبررها على أوكرانيا سوف تجعل روسيا الضعفة وسوف تجعل بقية العالم أصلب وأقوى الليبرالية والكرامة وديمقراطية هذه هي القوى الأعتى والأفضل من أي قمع لا يمكن أن تنحى جانبا من قبل الطغاط كبوتين وجيشه لا يمكن محوها من قلوب الناس وأمالهم من خلال الترويع والعنف لأن هذه القيم تستمر والنزاع بين الديمقراطية والأوتوقراطية والسيادة والخنوع لا تتوهموا الحرية سوف تنتصر مبارك الله بشعب أمريكا وشعب أوكرانيا فليحمل رب جيشنا أصوشيت برس زيك أصوشيت برس زيك أهلون لك خطط للحديثين مع سيد بوتين سمعت الجزء الأول هل لدي خطة للحديثين مع بوتين وماذا وهل يمكنوا درء إنفلات الأمور من عقالها هذا النزاع هو نزاع كبير ونرد أن حد منه من خلال توفير القوى لهالنيتو والنيتو موحد أكثر من أقصد سابق وليس لدي خطط للتحدثين مع سيد بوتين كلا والسطيت جورنل تورينا السيد الرئيس لم تأتي على ذكر السويفت في عقوباتكم هل هناك سبب يدعوكم لعدم فعل ذلك وهل هناك اتفاق بين الحلفاء لجهة السويفت وهل روسيا سوف تكون جزءا من ذلك واسمع لها بفعل ذلك أن العقوبات على البنوك ربما ستكون أدهى وأمر من السويفت هذا أولا ثانيا هذا خيار ولكن لغاية الآن ليس هذا موقفنا ولا تريد أوروبا أن تتخذ هذا الموقف الآن ABC العقوبات في السابق لم تردع سيد بوتين ما هو الشئ الذي سيوقفه متى وكيف سينتهي هذا الأمر وهل سيتعدى ذلك أوكرانيا والسؤال الثاني البيان الذي أدى به ليلة البارحة والتهديد الذي هدد به الغرب لجهة أي تابعات هذا تهديد هل هو تهديد مرتبط بضربة نووية ليس لدي فكرة لجهة تهديده ولكن أعرف ما فعله هذا أولا ثانيا ما من أحد توقع العقوبات أن تحول دون حصول أي شيء الأمر يستغرق وقتا ويجب أن نلتزم بعزيمتنا لكي يعرف الروس ماذا أتى به السيد بوتين هذا سيستغرق وقتا ولن يقول يا إلهي هذه العقوبات سوف تأتي وسوف أردع كلا هو سوف يمتحن عزيمتنا لكي نتحد وسوف نتحد وسوف نفرد تكلفة مباهظة عليها هل سيتعدى أوكرانيا سؤالني سريعين الأسواق تتداعى وأسعار الغاز ترتفع وأنت تفرق بين وول ستريت ومين ستريت الشارع العادي وشارع البزنس والشركات كيف ستكون العقوبات وكيف سيكون تأثيرها على العامة هنا في أبريكا أولا ما من شك أنه إذا ما كانت هناك قوة عظمى نووية تشتاح بلدا آخر فإن العالم سوف يستجيب والأسواق سوف تتأثر لا شك في ذلك هذا أولا ثاني أن فكرة أن هذا سوف يمتد لفترة طويلة غير مرجح بينما مستمرين في عزمتنا لفرض العقوبات التي نريد أن نفرضها على روسيا نقطه على السطر ما هو السؤال الثاني هل قللتم من شأن بوتين وهل ستصفه كما وصفته في الصيف بأنه خصم خليق بالتعامل معه قلت أنه خصم وخليق بكونه خصم ولكنه لم يقلل من شأنه قرأت كل ما كتبه كلا كلا لا إن بغي أن أقول ذلك هذا ليس حكيما ولكن الخطاب الذي أدل به قرأته ولديه طموحات تتعدى أوكرانيا هو يريد أن يسترد أمجاد الاتحاد السوفيتي السابق هذا بيت القصيد وطموحاته أعتقد أنها تتنافى مع ما وصلنا إليه أو ما وصل إليه العالم في هذا القرن هذه العقوبات المؤلمة هل ستكون مؤلمة شأنها شأن أو هل ستكون بمستوى ألم الصواريخ والرصاص الروسي نعم الصواريخ والرصاص في أوكرانيا نعم أعتقد ذلك إذا لم توقف العقوبات بوتين ما هي الجزاءات لم أقل أن العقوبات لن تردعه تحدثهم بتهديد هذه العقوبات لأسابيع فرض العقوبات وتهديد بالعقوبات ونجاعة العقوبات أمور مختلفة أمور مختلفة ونحن بوتين سوف يبدأ برؤية تأثير العقوبات وكيف سيغير من عقلياته لأن ذلك سوف يضعف بلده وسوف يتخذ خيارات صعبة للغاية وربما سيستجيب وربما ستصبح قوته وهنا إذن الأمر لا يتعلق بالخداء كل شيء مطروح على الطاول بما في ذلك الرئيس بوتين نعم فلماذا لا تدون عليه عقوبات اليوم أنت فصلت عن عقوبات مفصلة محاسمة ولكن على ضوء الاقتصاد الضخم وخصوصا فيما يتعلق بقطع روسيا معاملات روسيا من نظام سوفت وما الذي تنتظره حتى تتخذ إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بالعقوبات هي تتجاوز نظام سوفت المالي ويتتجاوز كل ما فعلناه سابقا هذه العقوبات التي فرضناها ضمت لنا ثلثي العالم والتي فرضت عقوبات لننتظر على الأقل بعض الوقت وحتى للشهر لنرى تدعياتها أنت تتحدثت إلى رئيس زلينسكي أمس ما هو الخطر المرتبط بأننا قد نشهد حربا باردة جديدة وأن ذلك سيمثل قطعا كاملا للعلاقات الروسية الأمريكية هو حدث بالفعل هذا القطع حدث بالفعل إذا ما استمر في مساره وطبعا نحن معظم أو سدنا أظم من العام محتشد من آسيا إلى أمريكا اللاتينية الجنوبية أوروبا وكل أنحاء العالم إذن ستكون أياما باردة لروسيا مسألة أن نرى عددا كبيرا من الناس يدافعون عنه هل تدعو روسيا لأن تعزل روسيا هل تدعو الصين عفوا لعزل روسيا لا أريد أن أعلق هذا الموضوع الآن سؤال الأخير إذن هو يرفع ويده منذ وقت طويل شكرا سيد الرئيس ما مدى قلقك بأن بوتين يريد أن يتجاوز أوكرانيا ويقزو دولا أخرى هل ستشارك الواتر متحدث إذا ما دخل إلى بلد تابع للنيتو نعم سأحنون وشانو شارك أنا أقول أنه إذا لم يتوقف الآن وإذا لم نقف في وجهه الآن ومن خلال هذه العقوبات الباهظة فإنه سيتماد هل لا تحدثنا عن لماذا لا تفرض عقوبات على بوتين بشكل مباشر لا أستطيع سمع الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والهند إذن الهند هي من أكبر حلفائكم في مجال الدفاع هل هي متناغمة في موقفها ضد روسيا نعم نحن نتشاور مع الهند ولم نحسن هذا الامر بعد إذن الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي قبل قليل بايدن يقول قواتنا المسلحة لن تشارك في أي أعمال قتلية في أوكرانيا ضد روسيا ويقول كذلك إن العقوبات التي فرضها على بوتين أو على روسيا تتجاوز أثارها ما يمكن أن يحدثه نظام التحويل المالي الدولي السويفت بايدن يقول أفوض البنتجن لإرسال مزيد من قواتنا العسكرية إلى ألمانيا ويقول أن الناتو سيعقد قمة غدا ستشارك فيها 30 دولة حليفة وشريكة لتأكيد من التضامننا مع أوكرانيا الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول ليست لدي خطط للتحدث مع بوتين ويقول كذلك إن بوتين يسعى إلى إحياء الاتحاد السوفيتي السابقا وإن طموحاته تتناقض مع مبادئ العالم الحديثة بايدن يقول سنضمن أن يكون بوتين منبوذا على المسرح الدولي وسنعاقب أي دولة تتعاون معه بايدن يؤكد في خطابه أن بوتين هو المعتدي وأنه اختار الحرب وسوف يتكبد التكلفة بايدن يقول بوتين رفض كل مبادرات حسن النية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى وكذلك قال في هذه الكلمة التي طبعناها قبل قليل عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية مع شركائها الأوروبيين على روسيا ستؤثر على مصارفها التي تمتلك أرصدة مالية بقيمة تريليون دولار وقال إن العقوبة التي فرضناها على روسيا تتجاوز أثرها ما يمكن أن يحدثه نظام التحويل المالي الدولي سوفت أكد كذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على الحد من قدرات روسيا على تمويل قدراتها العسكرية وأن الجيش الروسي هو من بدأ هجوما وحشيا ضد أوكرانيا بدون مبرر ينضم إلينا مباشرة لقراءة أو لمزيد من القراءة في هذه التصريحات التي أتى بها رئيس الأمريكي جو بايدن مرسلنا عمر حسن من واشنطن عمر كيف تبعت هذه الكلمة التي قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن وما أبرز ما جاء في هذه الكلمة وهل هذه العقوبات تشكل اتفاقا بين كافة الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية أم لا طبعا هذا سؤال محمل بالعديد من الأجوة بحياة نبدأها سريعا بالشارع الأمريكي الشارع الأمريكي الذي ينتظر الآن مظاهرة أمام البيت الأبيض تضامنا مع أوكرانيا تحديدا في تمام الساعة الرابعة والنصف كاميرا الجزيرة مباشرة بالطبع سوف تكون هناك من أمام البيت الأبيض لكن قبل ذلك ينذب سريعا إلى أبرز التصريحات التي ذكرها الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا الخطاب لم يأتي بجديد كان متوقعا أن يأتي بحملة من العقوبات الاقتصادية الجديدة على روسيا خصوصا بعد الهجوم على أوكرانيا والذي في الواقع الكثير تنبأ بأنه لن يحمل نظام سوفت كما تحدثت سابقا حيات لأن نظام سوفت أو عزل روسيا على وجه التحديد من نظام سوفت يعني الكثير من التبعية ليس فقط على النظام المالي المتعلق بروسيا ولكن أيضا عن النظام المالي الذي يعتمد عليه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير جدا الآن الخطوة التالية أو النقطة التالية التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي وهي التبعية المفروضة على الشعب الأمريكي تحديدا الأمريكيين الذين سوف يصوتون للرئيس الأمريكي والحزبه في نوفمبر المقبل نعلم جيدا بأن أسعار النفط الآن تجاوزت عجز المئة دولار وهو الأعلى منذ عقد من الزمان أي منذ عشرة سنوات على الأقل هذا يعني بالتبعية أن الأسعار المرتفعة أصلا في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تزيد في الارتفاع طبعا نائب المستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي في مؤتمر صحفي سابق قلل من أهمية ذلك وقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها العديد من المحاور التي يمكن عمل فيها لتخفيض أسعار النفط ذكر بداية علاقة أو مخزون احتياط النفط داخل الولايات المتحدة الأمريكية نعلم جيدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكبر من حيث مخزون احتياط النفط الخام في أراضيها وهذا يعني بأنه بالإمكان أن تحرر بعضا من هذا النفط الخام إلى أي مدى سوف تتمكن من إقامة ذلك أو من فعل ذلك هذا أمر موكول للإدارة الأمريكية وبالطبع هذه الأمور تأخذ شهور طويلة حياتي يعني أربعة شهور على الأقل وفقا للخبراء المعنيين في هذا المجال لكن أيضا ذكر علاقات مع شركات النفط مع الدول المصادرة للنفط وأيضا فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا على كل حال يبدو بأن الرئيس الأمريكي حتى هذه اللحظة لا يمتلك الكثير من أدوات الضغط بعيدا عن الدبلوماسية والاقتصاد وسألتني في الواقع حيات عما إذا كان الرأي العام الأمريكي وعلى الأقل صنع القرر الأمريكيين متفقين في هذه النقطة السناتر جاك ريد وهو أحد أبرز الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي تحدث في هذه التغريدة قائلا بأن الغزو بوتين لأوكرانيا هو غزو غير شرعي وغير أخلاقي لكن بعيدا عن هذه الأوصاف لم يقدم جاك ريد حقيقة أي حلول إضافية إضافة لما تقدم به الرئيس الأمريكي وهذا يعني بأننا يبدو أننا شرفنا على نهاية جعبة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص مواجهة روسيا في غزوها لأوكرانيا طيب عمراء الكل كان يتوقع وينتظر أن يستمع إلى كلمة سويفت الكلمة المفتاحية التي انتظرها الجميع لمعرفة الجميع بأن هذه العقوبات إخراج روسيا من نظام السويفت أو نظام التحويل المالي الدولي هو بمثابة الضربة التي الأقسى لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكنها توجيهها الرئيس الأمريكي جو بايدن اختار التدرج إلى أي مدى يمكن أن نتوقع أن تكون هذه خطوة لاحقة أم أن ذلك لن يحدث مطلقا مما تقرأه من الوضع لديك هناك عدة مراحل للإجابة عن هذا السؤال بداية نظام سويفت تم تسميته عام 2014 حينما تم غزو شبه جزيرة القرب بأنه الخيار النبوي بأن الروسيا لن تسكت وسوف ترد بقوة على عزلها بنظام سويفت ولذلك لم يتم اتباعه آنذاك وبالتالي لا نتوقع أن يتم اتباعه على الأقل في هذه المرحلة من غزو أوكرانيا ولذلك لم نسمع هذه الإجابة من الرئيس الأمريكي الذي قال رغم سؤال صحفي بشكل مباشر لماذا لم تقم بتفعيل خيار سوفت بأنه قال بأن لدينا خيارات أخرى متعلقة بالبنوك وبالتالي هذا يؤكد مخاوف أوكرانية تم تصريح عنها سلفا بأن سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أي منهما لن يلجأ لهذا الخيار الموصف بالنووي هذا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية من جانب روسيا روسيا منذ عام 2014 منذ غزو شبه جزيرة القرم وهي تستعد لهذا الخيار اقتصاديا بمعنى أن علاقاتها الثنائية تحديدا مع الصين كانت تعتمد بنسبة 97% على الدولار الأمريكي وهو المحرك الرئيسي لنظام سوفت الآن هذه النسبة انخفضت إلى 30% فقط التي تعتمد على الدولار الأمريكي وبالتالي حتى روسيا وإنتمى تطبيق هذه العقوبات الاقتصادية عليها في النظام البنكي فلديها الكثير من المعطيات والبدائل والسيناريوهات المطروحة كما قرأنا تغريدة ميدفيدف بالأمس هو نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي غرد ساخرا من أن تحرير أو العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا سوف تؤثر بشكل أكبر بكثير جدا على المواطن الأوروبي مقارنة بالمواطن الروسي على الأقل هذه القراءة الروسية الآن النقطة النهائية فيما يتعلق بالعقوبات بأن الرئيس الأمريكي يؤكد مرارا بأنه بداية العقوبات لن تردع بشكل كامل حالما إذا ما تم تنفيذها بشكل مباشر أي أن بوتين حالة توقيع هذه العقوبات لن يتراجع فورا فورا وإنما هذا يعطله عن خطوات سابقة أيضا العقوبات الاقتصادية حينما تفرض لابد لها من بعض الاشتراطات هذه الاشتراطات تكون امتداد الفترة الزمنية لهذه العقوبات أي أنه لا يمكن لعقوبات أن تفرض الآن وأن ينتهي مفعولها في هذا التوقيت أيضا التشاركية إلى أي مدى الولايات المتحدة الأمريكية والنيتو ودول الاتحاد الأوروبي والدول الحريفة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموقف يمكنها أن تتشارك في هذه النقطة كما استمعنا إلى سؤال الصحفي من الهند وكان يتحدث عن إلى أي مدى أين تقف دول مثل الهند في هذه المسألة تحديدا هل سوف تشارك في هذه الحملة سواء الدعم العسكري أو حتى العقوبات الاقتصادية وبالتالي كل هذه المؤشرات ومحددات ربما تكبل من يد الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام القوة أو الحد الأقصى للعقوبات أو ربما تدرج هذه العقوبات الاقتصادية بحيث يتم تنفيذ أو الحصول على أكبر مفعول منها بهذا التدريج حياة الحقيقة كان من اللافت للانتباه أن فوسين أو بايدن عفوا عندما أجاب على تساؤل المرتبس بيننا